الفقرة الثالثة والأخيرة راح تنورنا ونورتنا بالتشاريتي تيفي ميرايش حادة أهلا وسهلا فيك المهندسة الميكانيكية والأديبة اليوم هندسة ميكانيكية في اسم كتير كبير لصبية هيكي لفتاة لسيدة لبنت يعني إجمالا بتروحي دغرق انه شاب وبعدين أديبة منحكي عنا هلا بالقصب الشقة التانية هندقة كيف اجت هيكي لحتى تتخصص هذا الاختصاص بالزيت وعم تشتغلي فيها يعني مش بس بالدراسة عم تطبقية صحيح صحيح وقتها تخصصت بالهندسة الميكانيكية وتخصصت بقسم النفط وتكرير المياه وهذا الشي كان شي كتير تقيل علي كان عندي إذا بدك كل الأشياء الكبيرة بتجي من وراء عقد نقص إذا بدك عقد نقص بناءة مش مخربة كنت شوف خيه وصغير ركب باللايجو يلعب بهذا الرونوبيل اللي بيفكوه من قلب الدوليب لعب الصبيانية لعب الصبيانية وأنا كنت كتير هاكي يعني خجولي على ناعمة وكانت يستفزني الموضوع بحب تكون بحب تطلع هالطاقة هاكي اللي فيه بس ما بقدر يعني في عندك مثل شي بيمنعك وكان من هونيكي قررت أتخصص بشي هاك كله حركة صرت شوف يعني أنا وصغيري لحد ما في ترمينال شو بدأت تدرس ميراي ميراي بتدرس طبيبة يعني ما كان في غير شو لحد ما وصلت بالترمينال وتأثرت كتير بأستاذ الفيزيك يعني الله يرحمه هلأ أستاذ نوفل بذكره بالخير كتير تأثرت حسات إنه أنشتاين قدامي يعني حركة الإلكترون والبروتون كل هالإشي عم تبرم براسة بقى قررت أني أنا أتخصص بالميكانيك الميكانيك العام يعني كل الحركة كيف بتشتغل حركة السيارات الطيارات الحركة الحركة الأرض يعني إذا بدك الفلك ومن هونيكي درست وكنت الوحيدة بالصف بوقتها يعني درست بكل فخر بالجامعة اللبنانية أنا خريش الفرع التاني رومية وبفتخر بهيدا الشيء والحمد لله ربنا أكرمني أكرمني كتير وأكتر ما بستاهل أني أنا هلأ مسؤولة بقسم التسعير بشركة من أهم الشركات بالوطن العربي ومتابعة شغلة وإي لاوف ماي ويرك يعني أعشق عملي قدي بيقوله مظبوطة أنه شخص بس يكون عنده شغف بعمله وبمهنته بيبرع وعن جد بينجح صحيح صحح بيقوله في مثل بيقول أنت فتش عن شي بتحبه وبتقضي كل حياتك ما بتشتغل يعني تخصص بشي بتحبه تقضي حياتك مش عم تشتغل وفعلا أنا ما في واجب يعني العمل عندي ما إنه واجب أيام كتير خلال النهار أو خلال دوامي لأنه أنا موظفي بالنهاية خلال دوامي أنا لا أتبع الدوام وشاغبي دائما ولكن غير مقصرة بيشغلي وعلى أكمل وجه وهذه رسالة لكل الطلاب ولكل الشباب اللي هلأ بدون يتوظفوا واللي هلأ سيستام التوزيف شوي صار أحسن من قبل يعني في حال إن شاء الله تروق هالأحوال إنه فيك تشتغلي من بيتك فيك تشتغلي أنت وبغرفتك يعني فيك تتابع إشياء كتير لأن العالم كله صار مفتوحة بعضه فيك تتابع إشياء كتير وأنت بغير قارة موجودة يعني صحيح نعم طيب شو وضع النفط اليوم ذكرتها الكلمة نعم إن إحنا بلبنان تحديدا نعم إنه كل أملنا هلأ بكل شيء ما رأنا فيه نعم وكل هالشوت اللي عاملينا إنه فيه نفط شو خبرينا شوي شو فيه أمال يعني طبعا عطول الأمل موجود ولكن بدنا نعمل هيك صلاة مكثفة للمسؤولين عنا على قصم النفط وما وراء الكواليس إذا بدنا نقول إنه ينورلهم عقولهم ويباشروا بالعمل لأنه قبارنا ملياني نفط القبار الموجودة بالمي وقردي تقصمت يعني من فترة حسرون أكتر من سنتين بيشتغلوا عليها تقصمت لعدة مربعات وقرر العمل بإحدى المربعين والحفر فيهم والشركات الأجنبية اللي هي أني والشركة الروسية تبرعوا بالحفر والنفط موجود واختلفوا اللبنانيين طبعا بين بعضهم وين بيبلشوا بأي مربع وقفة الإشياء هلأ نظرا للأحداث بس نحنا إذا بنا نفكر شوي أبعد من هالحلقة اللي نحنا حطينا حالنا فيها نحنا لازم نباشر بهذا الموضوع لأنه كل يوم بيدر علينا فيه نفط أو غاز يعني هني هلأ الأبارة اللي مرجح أنه يلاقوا فيهم إشياء غاز أكتر من البترول وغاز خام ضغري يعني بضغري بياخدوه وضغري بيبيعوه يعني بيدر على الخزينة أموال طائلة يعني منرتاح اقتصادياً منرتاح اقتصادياً طبعاً يعني هذا لازم كل يكون فيه الوعي الكامل لسياسيين للمسؤولين ليه بي رأيك ما عم بتصير يعني اليوم فيه يمكن وعي أو ضمير هولي أوكي منحكي فيهم أو منصلي بس فيه شي عقدة بمطرح معين ليه ما عم بتصير العقدة هي مثل كل العقدة الموجودة بكل الدومينات هي العقدة الخارجية والعقدة الداخلية العقدة الخارجية باعتقد أنها شبه محلولة يعني اللي هي على الحدود مع أولد فلسطين المحتلة أو إسرائيل ما رح نبلش بالحفر بالبير اللي ناحيتهم مع أنه هني عم بيتعدوا على الحدود عندنا قرر أنه الحفر بالأبار المتوسطة واللي فيها ما فينا مباشر بحفر إذا ما كان كل القوى بها الوطن هو مثل العيلة إذا البي والأم اختلفين والأولاد كل واحد بيسك معيني أو رايح على طريق معيني ما في وحدة يعني كلهم بناشدوا بتلاقيهم تسمعون كلهم بناشدوا بنفس الفكرة بنفس الموضوع ولكن ما بيلتقيوا على راونتيبل على نفس الطاولة المستديرة مع أنه كلهم يمكن لمحاصصات شخصية يمكن لمحاصصات خارجية الله العليم يعني ولكن هايدي كلنا لازم نرفع هالغطاء عن الأنا طبعنا ونتحد ونباشر بقى رغم كل الظروف الموجودة هلأ ونحل نيسر هالأمور أمور الدولة وأمور المواطنة يعني هيدا الموضوع هو الخلاص لأنا هلأ ما عنا غير خلاص ما عنا غير خلاص هشابة اللي لازم نتعرفه لأنه لبنان حاليا فعلا عندنا زراعة ولكن كتير خجولة خجولة جدا متواضعة بسهل البقاع وسهل عكار ما بتقدر تشيلنا من اللي احنا فيه ونحنا الصناعة عندنا كمان خجولة في عندنا صناعيين ومهندسين كفؤين ما في خبري كده يعني عم بينعمل مكانات للأكل للطبخ للحرقات شو ديارات كلها صنع لبنان صحيح وموجودة يعني وأنا بدليكي على أهم الناس بيكفيكي الشركات الوراق شركات الكارتون شركات البلاستيك موجودة عندنا طاقات كتير كبيرة ولكن مكلفة لليد العين اللي اللبنانية مشان هيك بلومون من مالت لاش بتجيبوا يد عامي لخارجي ما الدولة تساعدهم يعني تساعدهم هي بتقول أنه أنا عم بساعدهم بس تساعدهم بتقليص إذا بدكو هالرسوم اللي تا يقدر اللبناني يدل ببلده ويشتغل ويعمر مستقبل إله ولولاده تتوقعي أنه ممكن تصير قريبا يعني استخراج يعني كان قريبا ما عارف القريب العجل يعني ما عارف نحنا على أساس كنا كان المفروض على أول سنة جديدة يباشروا بالعمل والمعدات اللازمة للحفر كلها وصلت على بور بيروت والمكاتب الشركات الأجنبية كلها جاهزة على الشواطئ يعني قرب الشواطئ بشي نتابعوا عملية الحفر اللي صار مؤخرا لها الناس أو لها المسؤولين أو يمكن غضوا النظر شوي عن هذا ألا توقعات ما رح أتوقع يعني بالغيب ولكن كل شي جاهز بس المباشرة بالعمل بس القرار بس القرار يعني يلا وكل شي جاهز يعني مش نحنا رح نحفر أكيد ولهي مكاناتنا كله جاي جاهز صحيح مقدم لألنا فري من الشركات الأجنبية نعم هلأ الشركات الأجنبية يعني هاي ثروة إذا معرفنا كمان نستغلها فعلا فعلا الشركات الأجنبية هي مقدمي كل معداتها وكل طاقة الهندسية والفكرية طبعا عندها مطامع وأكيد رح تاخد حق من الأشياء اللي رح تسحبها من الأرض ولكن اللي بيبقى لنا بيبقى لنا هو ثروة تقدر تسكر هالعجز اللي نحنا عنا ونفكر كمانا بمستقبل 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 للشباب اللي هلأ عم بيتخصصوا واللي بدون يشتغلوا نفكر لبكرة يعني نخلي الماضي خلص نظلنا نعمل نزاعات قديمة ونفكر لبكرة نحنا مشكلتنا اللبنانيين ومشكلة العرب الخاصة أو المنطقة العربية كلها سواء أنه نحنا نعيش على أمجاد الماضي ونعيش على أنقاض الماضي يعني الكين بوزيتيف والكين سلبي أو إيجابي كله ما نرجع نعيشه معنا لا خلص نلازم نحط حد لكل هيدا الأشياء ونطلع على الجديد حرام ندفن طاقات الموجودة هلأ بالظلم اللي اللي حصل حصل بالماضي أو حصل حتى منذ قرون يعني يكفينا مع عناينا فعلا وهلأ نحنا بوضع كل شيء مأمن المعرفة التكنولوجيا لازم نستغلها للشيء المنيح لنتقدم لنحسن حياتنا وظروف حياتنا ومنذ اللي عايشين بهالقلق القلق مدمر مدمر يعني تخيلي حيالك أنت أنا عم بعت الهم بكرة عدم الاستقرار يعني كاني كويفي عقارض عطول عم تهز مش عارفة أنا مش عارفة مش عارفة إذا بوصل لعندك أنت على استوديو ولا لا إذا فيه بنزين تروح على شغلي بكرة صحيح هذا القلق مدمر صحيح بدنا نستغل وجودك معنا نحن عساس نحكي بالهندسة والنفط بس ما فينا نغض النظر عن هندسة الكلمة اللي أنت كمان يشهد لألف يعني كتير مهم شو بتكتب من اللي بيتابعك طبعا واللي ما بيتابعك هلا حيتعرف عليك شكرا عندك كتاب طبعتي هلا لح تقريدنا شي منه وشو كمان مشاريعك الأدبية كمان فيه هيك بالخبايا هلا بتطلقيه من عندنا سكوب بتشاريتي هاي دي شغلي لأنه قرس صقافة صحيح كل الناس اللي بيهمها الصقافة وبعدها بيعنيه للكتاب لح تهتم ماله وتتأثر فيه ويكون كمان فينا نعتبر شي مهم بحياته هيكي نقل ترجع تقرأ شخص غاب عن ها الدنيا وإنما بقيت أعماله بكل شخص خبرينها شوان أول شي كتابك شو كان اسمه وليلة حتى قدرتي عن جد تطبعي طبعا أنا أنا ربيت ببيت أدبي خالص يعني الأدب الخالص الأدب الخام ببيت عبدالله شحادي اللي هو الوالد الله يرحمه شاعر الكورة الخضراء واللي كان عنده كتير كتير بإيامه نشاطات أدبية وثقافية على المسارح وعلى بالكتب وبالجامعات وبالثانويات وهذاك الإيام يعني عم بحكي أنا البابا تزوج مأخر مشان هيك أنا ما عشرته كتير ولكن عشت مع كتاباته اللي ترك لنا إيها عشت مع أصدقائه عشت مع تلميزه اللي هلأ هني ممكن يكونوا كانوا أساتيزتي أو فعلا عشت بعالم يمكن منه ملموس ولكن أنا موجودة فيه شئة أم أبيت والوالد ترك لنا قرث كتير كبير من الأعمال المكتوبة اللي كانت شعرية أو أدبية ولدي الحال المادية يعني طبعا الماما كمانا كانت التهت بفترة تربينا وتكبرنا وتعلمنا أنا وإخواتي إخواتي يعني نحنا أربعة بالبيت ما كان وارد أبدا بوقتها يعني بابا صره على الأد 31 سنة متوفى لحد ديت من 3 سنين أنا قلت خلص يعني أنا عم بكبر والعمر عم بيقى طب يقطع أخصائيين ووجه لهم كلهم يعني كان معي جروب طويل عريض عم بيشتغل ووجه أكتر شي تحيي لابتسام غنيمي لأديبي ابتسام غنيمي اللي ساعدتني ما نهيين إنك عم تشتغلي بوراق قديمي تخيلي عمرة أكتر من 40 و50 سنة يعني الوالد بالمجال الأدبي والثقافي ما عندي كان حضور حضوري جدا خجول لأنه ملتهي بشغلي وبعالتي أنا تزوجت وصارع عندي وعالتي وولادي يعني بتعرفي المرأة بتهتم بوقت من حياتها بتخصص يعني الوقت الكامل لهيدا الشي بس قلت لأ خلص عبدالله شهادي عم بيناديني من علياءه وينك يا بنتي وينال وبلش تشتغل على الموضوع والموضوع هلأ كله جاهز يعني خلص صاروا هني ست مجلدات جاهزين للطبع نحنا كدنا مش هاينين كمان يعني يوم لا يوحد يعمل كتابي صحيح صح مش هاينين لا معنويا ولا مديا وفعلا فيه جهات كتير مهمة وأدبية يعني تبرعت تبرعت مديا ومعنويا بالمساعدة ولكنني أبايت لأنه هيدا حسيت أنه مدر هيدا مثل مدر مني فعلا هيدا مدر شويت هيك رد عرفان جميل لعبدالله شحادي ولأنه جابنا عهدنا ولأنه عشنا بجوه وبإسمه وكبرنا على إسمه بأفكاره كبرنا بإسمه وصلنا مطرح ما وصلنا نحنا على إسمه فعلا كان اسم باي باسبور اللي بكتير مجالات يعني بس أنا جيت بدي أطبع هالكتب لبابا ما بدي أنا يكون في شيء أي شائبي أو أي غلط وأنا لا بعرف لا بالورق ولا بدور بنشر ولا شيء يعني فعلا صفر كنا بقى أنا قلت خلص خليني جرب يعني هي التجربة خليني جرب بميراي بحد زيتها بهالخواطر اللي هي تكتبون بهال وحلوين أنا ما كنت عارف هتا نقرأ شيء منه ما كنت عارف هالقدي حلوين كنعرفك المشاهدين بيعرفوا كيف أسلوبك لحديت لحديت ما كتبت هيدا الكتاب وقررت أنشره لهو يوم ما قررته أن أطير وفعلا فتح لمجال الطيران إذا بدك بالعالم الثقافي والأدبي و فرت جناحيك وأثبت وجودك على الساحة السقفية صراحة ريلنا شيء منه هات تنشوف شو ممكن تنقيلنا هيك شيء لأنه وقت عن جد الوقت تغريبي بخلاص مع طبعا مع موضوعات هيك شيقة أعيش لأجوع معك وأعيش لأقطات معك وقدري أنه محال محال أن أعيش معك فأنت قوتي وأنت زادي وينبوع خمري يملأ دنان الفلك وأنت روحي تخفق حبا في رايتك وأنت يا حبيبي وأنت يا حبيبي وأن اخترت أن تبقى بعيدا بعيدا وراء الغيوم وخلف السهك وأن اخترت أن تنقى عني سأبقى سأبقى دوما هاهنا أصلي أنا ناسكته مع أبدك شو حالة هيدا مقطع من قصيدة أعيش لأجوع معك فعلا يعني هي مجرد خواطر في أشياء منها كتير قديمة وفي أشياء كانت مجددة عمرها يعني بالأربع سنين خمس سنين لأنه الكتاب هلأ صار عمره ثلاث سنين على الأد أنا بطور شجعني أني أنا أجمع كل يعني بكتبه ما هيك بعثره وبيطور يبصر النور المجلد عبدالله شحادي إن شاء الله نحن أكيد من واكبك بهيدا الموضوع من شدع يديك ومن شجعيك شكرا ولأنه فعلا شي مسير أنه يكون موجود بيناتنا وعلى الساحة هيك الناس كلها ترجع تقرأ لعبدالله شحادي هلإنسان هيدا حلم لألي أنه أقدر وصل كل كلام كلام عبدالله شحادي ورسالته الأدبية والفلسفية من خلال أشعاره اللي عمره عمره زمن ولكن هلأ عم طلعه من تحت الرمال ميريش حادي عن جد شكرا كبير لأليك لوجودك معنا لوقتك اللي خصصتين لأيوم نعرف الأم والأديبة والمهندسة يعطيك ألف عافية ومن شدع يدك إن شاء الله بتضلك هيك منورة وتضل فيه إلنا لقاءات أخرى معك لأنه بكل جديد بتحب تنهي بكلمة شو بتحب تقول شو ما بدكن تعملوا أعملوا بكل طاقة بقلبكن بكل محبة وهيدا العمل إلا ما ينجح إلا ما يستقطب العالم ويقولوا شو هالعمل عقد ما يكون العمل متواضع وقتها بتروحولوا بكل قلبكن بكل محبتكن إلا ما يشاع نوره وهي تحية كبيرة من هالمنبر من منبر المحبة تشاريتي تيفي إليك لكل طاقة من العمل وشكرا لكم لأصدافتي المحبة أولا والمحبة آخرا هي الوقود الأساسي لكل شي لكل خطوة بنخطيها بحياتنا نحنا بنشكرك ميراي شحادي لهوني انتهى أكيد لليوم الخميس على هو المحبة ومثل ما قالت ميراي نحنا منضم صوتنا لصوتها خلوا المحبة عطول بقلبكن وبعقلكن وأكيد كل الأبواب رح تنفتح قدامكن الله معكم موسيقى 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 موسيقى